نفت خلية الإعلام الحربي العراقية الاثنين ما تنقلته وسائل إعلام عن معلومات تتحدث عن تقدم قوات البشمرقة الكردية باتجاه مناطق شرقي محافظة كاركوك ووصفت هذه المعلومات بأنها أنباء ملفقة ولا صحة لها وأضافت خلية الإعلام أن قيادة العمليات المشتركة تؤكد عدم وجود تغيير بمسارات الموقف للبشمرقة والقوات الاتحادية وتستغرب الخلية هذه الأخبار الكاذبة التي يسعى مروجها إلى تضليل الرأي العام محذرة في الوقت نفسه وسائل الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها من خلال التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات وكانت وسائل إعلام تحدثت أن مصادر عسكرية عراقية أكدت أن البشمرقة رفعت حالة الجهوزية لديها في عموم إقليم كردستان وأصدرت أوامر تهيئة وذلك بعد تحركها واجتيازها لناحية قرى هنجير شرقي كاركوك والتي تبعد حوالي خمسة كيلومترات باتجاه المدينة ترجمة نانسي قنقر